لا داعي للقلق ولا داعي للزعر بص أنا بس عايز الأول أهلا بيكم اتنين عايز حضرتك طول الوقت ما تحكمكش ثقافة الزعر وثقافة الخوف لأنه ثقافة الزعر وثقافة الخوف دي مش هتخليك تطلع لقدام أبدا مثل بسيط يعني لو حضرتك مثلا افترضنا أن احنا طعبة في السنوية العامة بمناسبة التنسيق يعني وعندنا امتحان الأسبوع الجاي بلاش بكرة هو زعر حضرتك وخوفك هيؤدي إلى الإيه مش هيؤدي إلى أي شيء غير أنه هتبقى تحركاتك دايما غلط وتركيزك هيبقى ضعيف ومش هتعرف تستدعي المعلومة كما يجب خليك هادي وتقيل وثق في نفسك ده واحد اتنين في حاجة في الدنيا في الدنيا كده اسمها إيه؟ اسمها أن الاقتصاد بتاع أي دولة ما هواش بس متأثر بعوامله الزاتية بيتأثر بالحاجات اللي حواليه طيب لو الحاجات اللي حواليه سلبية هتتأثر زي ما بنتكلم على مسألة روسيا وأوكرانيا مثلا كحرب ربنا ينيها على خير وأظن الأمور هتهدى واحدة وحدة تمام؟ طيب لو الأمور اللي حواليك كويسة أنت كمان هتتأثر بشكل إيجابي يعني مثلا تخيل أنه الحرب دي هديت هديت وتيرتها لو صح الكلام يعني مش هقولك انتهت بشكل كامل هديت وتيرتها أكيد أنت هتتأثر إيجابيا على سبيل مثال آخر لقينا أنه استمرار في خروج المراكب من المواني الأوكرانية والروسية محملة بالحبوب والغذاء إلخ إلخ وبالتالي تصل إلى المواني أو تصل إلى وجهتها الطبيعية إيه اللي يجرى؟ جزء من التضخم العالمي هو تضخم في أسعار الغذاء يبقى تحرك المراكب دي من روسيا وأوكرانيا يؤدي إلى إيه؟ إلى وفرة جديدة أو نوعية أو شبه وفرة في الغذاء وبالتالي يهدى التضخم بتاع الغذاء حبتين؟ صح؟ طيب والله إفترضنا أنه يعني أنا من الناس اللي مؤمنة جدا بأن مصر وجهة استثمارية شديدة التميز مش مؤمن بدا علشان خاطر أنا مصري وفرحانه وبحب مصره مش بس كده المسألة موضوعية جدا لما يبقى فيه تضخم استثماري بيخش مصر طول الوقت بالمناسبة هو من الحرب لحد دلوقتي حصل ضخ استثماري ولا لأ؟ حصل وكتير ومحترم طيب لما يستمر الضخل استثماري ده ده معناه إيه؟ ده ضخ بالدولار بالمناسبة يعني ده معناه إيه؟ معناه أنت عايش للاقتصاد معناه وفرة دولارية بشكل تدريجي صح؟ يبقى عندما تتوفر وتضضافر العوامل إيه اللي يحصل؟ الاقتصاد بتاعك يتحرك لقدام طيب إيه الدليل إن الاقتصاد بتاعك طول الوقت بيتحرك لقدام؟ إن أنت طول الوقت قاعد بتشتغل في حاجة اسمها سياسات الإنكماشية في استثمارات الدولة دي لما بتحصل بنقول بتحصل بسبب إنه زي ما كنوا أزمات مشاكل إلى آخره طيب ولما يحصل للأسف كوارث كبيرة بقى جدا بتلاقي إن الدولة بتتوقف عن الاستثمار ما بقاش في عندها قدرة على الاستثمار لكن الدولة اللي عندها قدرة على الاستثمار ما تخافش على الاقتصاد الدولة اللي طول الوقت بتعمل مشروعات تنموية مش بس موجهة للنمو الاقتصادي ولكن موجهة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتمكين الاقتصادي بتاع الناس بتاع خلق الله بتاع البشر دول أهلي وأهلك بلديتنا إلخ إلخ هنا تعرف إن الدولة ماشي على خط سليم ومطمئن فما تتخضش وبالمناسبة نفسه هو هو المزيع اللي بتكلم دلوقتي هو اللي قال الكلام ده مع بداية الحرب مفيش حاجة هتقف خليكوا واسقين في نفسكوا أكتر من كده الناس بتاعت الإخوان بترعبك عمال على بطال عاوزك تخاف قاصد إن انت تخاف عشان تبقى قراراتك طول الوقت محكومة بثقافة الزعر والخوف يروشك من الآخر فما تاخدش حاجة ما تاخدش خطوة لقدام ده بالعكس هتبدأ تاخد خطوات لورا لا ما تقلقش خالص